أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام لعدد جديد من حصات عين وحدث نردين مطرفة المدير العام لمجمع صنالغاز وطالب برفع تسعيرة الكهرباء لتمكين المؤسسة من مواجهة أعباء وتكاليف الإنتاج ويؤكد أن الزيادة في التسعيرة ستكون عاجلا أم آجلا وفي تبريره لهذا القرار قارى أنه من غير المجد كمؤسسة أن تبقى تبيع الطاقة بأقل تكلفة من الإنتاج وخير المواطن بين الزيادة في التسعيرة وبين تحسين الخدمات زيادة التسعيرة في الكهرباء لم تطرح في الوقت الحالي بل في الوقت الذي كانت فيه الجزائر تعيش بحبوحة مالية أما اليوم الجزائر تعيش وضعية مالية حارجة وفي ظل التوقعات باستمرار تراجع أسعار النفط وفي ظل كذلك الفوضى والارتباك الذي تعيشه الحكومة في تطبيق وتدسيد سياسة التقشف قد يكون أو قد تكون زيادة تسعيرة الكهرباء أو الماء وحتى الغاز أسهل إجراء لتطبيق أو أسهل تطبيق ستتخذه الحكومة مستقبلا ومن جانب آخر يرى متتبعون أنه من غير المعقول أن تواصل الحكومة في سياسة الدعم الفوضوية التي تنتهجها حاليا في بعض المنتجات بل أنه حان الوقت لإعادة النظر في هذه القرارات الشعبوية إذا المشاهدين الكرام سأناقش اليوم تصريحات وزير أو تصريحات المدير العام لمجمع سنطراك بضرورة زيادة تسعيرة الكهرباء ورفعها أو علاقتها بتحسين الخدمات يحضر معي الدكتور مراد عروج قيادة بحزب تاجسي مراد مرحبا بك ويحضر معي كذلك سيد لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب قيد التأسيس لمين مرحبا بك شكرا الله دكتور مراد عروج نبدأ النقاش تبعتك كما تبع الكثير من الجزائريين وربما التصريح الذي أحدث جدلا في الساحة حول ضرورة زيادة تسعيرة الكهرباء والسيد نوردين بطرفة رئيس المدير العام للمجمع يربط زيادة هذه التسعيرة بين تحسين الخدمات وبين أنه لا تكون فيه انقطاعات في التيار الكهربائي في هذه الصائفة بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على هذه الدعمة الكريمة وسعيد بتواجده مع الستدلمين الذي لكي أكن له كل تقدير واحترام بداية إعلان مثل هذا الأمر في مثل هذا الوقت هو في الحقيقة اختيار وقت خاطئ وهو قرار غير شعبوي ولا يزيد إلا الطينة بالله نعم قضية الدعم المواد الأساسية والكهرباء والطاقة والغاز والكابير والنقل والصحة وغير ذلك من الأشياء التي تدعمها الحكومة هو منف كبير وكبير جدا ولا يمكن التحدث عن منف الدعم بأخذ أجزاء منه منفصلة ثم نأخذ فيه قاعات التي أقول وأكرم أنها قاعات غير شعبوية إذا كان المقصود تحسين الخدمات فتذهب هذه المؤسسة إلى إجراءات أخرى تمكنها من تحقيق هذه النجاعة الاقتصادية وكذلك تحسين خدماتها فبالتالي للمرة الألف ننصحه على أن لا يتم الإعلان على هذه القاعات الغير شعبوية قبل نسجها حتى لا نضطر في كل مرة كما فعلنا سابقا أن نطالب الحكومة أن نطالب الوزير الأول أن يوقف مثل هذه الأقوال ومثل هذه التصريح إلا بعد ما دراستها أي قرار يا جماعة يمس الشعب الجزائري يمس المواطن البسيط لا بد أن يدرس في عمقه والدراسة الاقتصادية غير كافية لا بد أن ندرس آثار هذا القرار على المواطن على نفسية المواطن جميل على معنوية المواطن دعني نتوقف عند هذه النقطة دراسة القرار على نفسية المواطن على ربما على قدرة المواطن للاستجابة لهذه القرار سيد لامين عصماني المدير العام أو رئيس المدير العام لمجمع سونالغاز يتكلم من ناحية الاقتصادية ويقول أنه من غير المعقول أنه مؤسسة تجمع مثل مجمع سونالغاز أن يسير بطريقة شعبوية من غير المعقول أن تبقى المؤسسة تسير اليوم في 2015 بطريقة شعبوية قال نزيده في التسعيرة منزيده في التسعيرة لأن الشعب ربما لا يقدر على مواجهة هذه الزيادة يقول بأنه اليوم حان الوقت لأن تسير المؤسسة بطريقة اقتصادية ناجعة هل أنت مع هذا الطرح أولا سعيد وأظم صوتي إلى أخي مراد وأبادله وأقاسم معه الكثير من الأفكار لأنه هذا مطلب شعبي أغلبية المجتمع الجزائري فكر بنفس الطريقة طرحها سي مراد أولا سركة سونالغازي شركة اقتصادية استراتيجية ولكن ذات منفعة عامة بمعنى أنه شركة فيها شقة اجتماعي فبغض النظرة على الجانب الاستراتيجي كمورد طاقوي اليوم طلبات المدير العام سيفتو كمسو الأول الشركة مجمع سونالغاز نحن نعرف بين جدلية بين الحتمية الاقتصادية وبين اختيار سياسي نرى بالطبقة السياسية وخاصة السلطة التنفيذية وطن نتيجة وطنها أنه قرار بالشكل هذا مش ممكن تثبيق على عرض الواقع لأنه لازم نفهم كما قال الأخ مراد طريقة الدعم وليس الدعم طيب كلا عاد واحد يدير مصنع واحد يسكن في سكن ونعطي منفة السعيرة أحنا مش عادة الاجتماعية فالدعم عنده ثقافته فالدعم يلا كان دعم اليوم نشوف الناس اللي تستغل الطاقة الكهربية لغراضة تجارية ولا صناعية نعم بغض النظرة تحفيزت ودعم والناس اللي تستغل كمورد طاقة من أجل المعيشة يعني للسكن الأمور الحياتية أحنا لازم نفرق هنا مع الناس ذوق ثقافة الدعم هل فعلا دعم لأن هذا الدعم لازم يروح لشريحة معينة من المجتمع الجزائري إلى هذا الدعم راح إلى كل شرع المجتمع هنا كان يشكلي ولكن هذا ممليح من جهة كان سياسات تشجع الاستثمار من جهة نادي على جلب المستثمرين لازم من الحكومة أخذها تحفيزات على أن من بين التحفيزات أنه سعر الطاقة في الجانب مثلا ولا الشخص الذي يستثمر في مصانع لمناصب عمل لازم نعاونه من جهة في مجال سعر الطاقة ثقافة لازم من الحكومة لازم نفهم روحها سليت قال لك أنت بحبوح حملية ما طرحش هذا الإشكال ولكن اليوم هو يغزر جانب اقتصادي نعم جميل لأنه شركة وكانت تكمل بالطريقة هذه إلا كانت درت أنوديت اقتصادي رايحة الإفلس نعم جميل 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 جنينا نتوقف عند هذه النقطة لأطرح سؤال على الدكتور مورد عروج لأنه سيد مورد عروج لو تواصل المؤسسة في هذه الطريقة بهذا النهج وهذه الطريقة في التسير ستذهب إلى الفلس وصحيح أنه أنت تعرف أنه سعر الطاقة حتى أسعار الوقود تباع بأسعار مدعمة وبأقل تكلفة الإنتاج لنواصل في هذه السياسة وفي هذا التسير سيد دكتور مورد عروج ستذهب المؤسسة للإفلس يعني هل نواصل في هذه السياسات الشعبوية وفي هذه القرارات الشعبوية حتى أربما نكسب شراء السلم اجتماعي أو أننا اليوم يجب أن نقول بأنه يجب أن نسير المؤسسات خاصة المؤسسات الاستراتيجية بنجاعة الإقصادية سيد الكريم من اللي ديرت 62 حتى 2015 لا يمكن أنك تلغيه بقعة أو في يوم أو في أسبوع نشأنا على سياسة دعم 62 إلى غاية تسعة وليس اليوم الحان الوقت لنتوقف عن هذه السياسة سيدنا أتبتت أنها غير نجعة سياسة الدعم أنا لا نتكلم فقط على الطاقة نتكلم على الطاقة نتكلم على الكابيرو نعم بصفة عمعة حتى الكابيرو نفطال تانين عندها نفس المشكلة ربما نعم تبيع المزوط 20 دينار أو لليسونس 30 دينار والتكلفة الحقيقية هي 100 دينار معناته قضية الدعمة هذه في قائمة قائمة الحكومة الجزيرية تدعمها من سكر والزيت والحليب والنقل والصحة والتربية والطاقة كلها أشياء اليوم مدعومة هذا الدعم اليوم إذا حبينا نفتح فيه نقاش فليكن نقاش وازع يشارك فيه الجميع ويساهم فيه الجميع من خبارا اقتصاديين إلى اجتماعيين إلى مواطنين بحيث أنه يقتنع الجميع أن هذا الدعم إذا كان ولابد أن نحافظ عليه ويجب أن نحافظ عليه ربما يتغير في الشكل اليوم ندعم الخبزة التي تسوى 8.5 دينار أو 10 دينار جزائعي وتكلفتها الحقيقية 13 دينار جزائعي هذه الخبزة سيدي الكريم يكلها الفقير ويكلها الأجنبي أو جلد زائع ويكلها السائح باش نأخذ مثال بسيط على الخبزة هذه اليوم إذا حبينا نغي هذا الدعم الغير مباشر الذي يروح مباشر الغير مباشر نحوضه بدعم مباشر يروح مباشرة إلى العائلات التي تحتاجوا إلى الدعم بهذا المثال الذي ضربته أقصد أن هذا الملف الدعم سيدي الكريم لابد أن ننظر إليه بعلمية وعقلانية ونجاعة واصفاء الذهن ونتحارم مع الجميع ويقتنع الجميع أنه يا جماعة القازوال اليوم يسوه مثلا 30 دينار سعر الحقيقي 100 دينار أين يلقوا طريقة أخرى كيفاش ليه يحتاج يدي هذا الدعم واللي ما يحتاج يخلص لكن لا نذهب أبدا أبدا لا نذهب إلى إلى قارات معزولة اليوم ينزيدوا الكهربة هذا قارة معزول لابد أن يفتح مينة في الدعم بكامله ويناقش ويكون الدعم تنحيته تتم خلال خمس سنوات 10 سنوات واستبداله أقول واستبداله بحيث أن المواطن لا يشعر أن الدعم تنحله بل يشعر بأن الدول عطاعته درهم باش يروح يشير خبزة غالية عطاعته الدرهم باش يشير لتلقى زوال غالية فبالتالي القارات المعزولة هذه لا تخدموا لا تخدموا نفسية المواطن ولا طموح المواطن ولا تحقق أي استقرار نعم دكتور مراد عروج تكلمت على نقطة مهمة أن هذه سياسة الدعم ربما يجب أن تتغير بطريقة حتى لا يشعر المواطن بأن الحكومة تخلت عنها أو تخلت على سياسة الدعم على السياسة الاجتماعية التي تتطبقها كما قال الدكتور مراد عروج منذ سنة 1962 منذ الاستقلال سيد لمين عصماني اليوم الجزائر أمام إشكالية كما قلنا إشكالية السياسة الاجتماعية وإشكالية السوق العالمية وإشكالية المنظومة الاقتصادية العالمية اليوم الجزائر في نظام عالمي ربما ودخول الاتحاد الأوروبي وعن قريب الدخول إلى منظمة تجارة العالمية سيد لمين عصماني كيف ستتصرف الدولة في ظل هذا التناقض بين السوق العالمي المفتوح وبين سياسات الدعم والسياسة الاجتماعية التي تنتهجها أولا لن نجمش نحن باسم الدولة بل السلطة تنفيذية لن شاركت وما مارست السلطة السياسية ولكن في وجه طبقة السياسية منظرنا كما قال الأخ مراد من أي شاركة السياسية لأنه السعر الحقيقي لنجم أن نكون عنها الشجاعة السياسية والإخلاقية ويعرف المواطن السعر الحقيقي المشكلة تعرفون راه تكون عدالة اجتماعية لازم الدعم المخصص كما كان يقول الأخ الدعم المخصص يجب أن يروح لذوي الأصحاب الحقيقين المحتاجين فعلا للدعم بذلك أعطيني ما هي السياستك ما هي السياستة الاقتصادية كيف يكون السلطة ما هي الطريقة التقنية العملية هذه الأموال نضخها لفائدة هذه الأشخاص المحتاجين للدعم لأنه لأنه كان قدرة الشرائية وكان مستوى معيشة على المواطنين لابلك اللي أسميك مع متوسط الدخل الجزائري ما يتحملش هذا قرار كما يقول هكذا مؤسسة فكرت على أساس أنه لازم يدخل في قطار الناسق العام لازم نفكر هذا الدعم لازم نعطي الحقيقة قال السعر الحقيقة على الخبز بل المواطني يفهم اليوم نعم نخرج من هذه الأفكار هذه الأكاديمية قال السعر الخبز الحقيقي كما يقول مثلا الكيمالون 30 دينار قال هذه 22 دينار كيف تروح لذا ويحتيتش فك واحد يخلص 30 مليون واحد يخلص تضاول محباب من جزالي ونرفضوا بعضنا لازم تفهن عاونوا هذه الطبقات الفقيرة أنت تسمع شيء من حقي وأنت تسمع من حقك بهي سفيد المحتاج ذو كلا عمت قال لا قاعد نستفدو لما نستفدوش قاع لا لأنه لازم كان حقيقة لازم نكتبوش على المواطن لازم ندافع بسلطة نفيرة بعيد ذلك ذو كلا كسرنا اليوم سورا القهاز راح نعيش غدوة غدوة ملكة وشارة بعضنا لأنه قال لك الفطور فطرنا والحشابش أو الحشابش نعش ذوك لازم كان نجاعة اقتصادية ولا كان نجاعة اقتصادية ما تكونش على حساب هذو أصحاب الضعاف في القدرات الشرائية ذوك لازم ندير نيكي ليبر لازم الدراهم بتاع الجزائريين المخصصة للدعم يروحوا مباشرة مباشرة وكيبقى على سلطة تنتهجها الحكومة من أجل الوصول هذه الأموال إلى أصحابها دكتور مورد عروج الحديث هذا الحديث عن سياس الدعم وهذا الحديث على أسعار ربما المواد والمنتجات المدعمة يقود هنا إلى الحديث عن سياس التقشف التي تنتهجها الحكومة منذ انهيار أسعار نفط فيما يقول بأنه هذه الارتباك وهذا التخبط الذي تعيشه الحكومة لتدسيل سياس التقشف لأنه حاليا لم نرى خطة واضحة لم نرى سياسة واضحة ومعلومة للسياسة التقشف التي تتبنى ها الحكومة يقال بأن الحكومة ستضحي حكومة في حالة ما إذا توصلت توصل انهيار أسعار النفط وفي حالة ما إذا توصلت هذه الوضعية المالية الحارجة للجزائر الحكومة ستضحي ببعض الأسعار التي تدعمها وستنتهج ربما مثل هكذا قرارات التي أدل بها أمس سيد نوردين بطرفة زيادة في الأسعار الكهرباء ربما زيادة الوقود زيادة الماء زيادة الغاز كيف سيد مورد عروج نستطيع أن نتكلم على سياسة التقشف وعلى سياسة الدعم في أن واحد يجب أن نتكلم أن نتكلم بمعنى كان الدرهم ربما نفتح لم يكن الدرهم أغلقا ربما هذا صادو مونتبا جيني لا تحتاج أنك تكون دكا عندك درهم عمارين في البنكة أفتح بدرهم بدأوا ننقصه أغلق هذه ليستراتيجية كانوا كانين درهم كنا نصرفوا نقصوا الدرهم لازم نفكروا منين نجيبوا الدرهم نح إذن التفكير الاستراتيجي اليوم لازم يتجه إلى كيف نستبدل مداخل المحروقات اليوم 50 مليار دولار أي ندير بلي ما عندناش بيترول أياته الحكومة الموقعة فكري وقولي إنا واش رح تديري باش نجيبو 50 مليار دولار دوفيز خارج المحروقات بمعنى واش هي المنتاجات النوية نصدروها واش هي السياح اللي موفين اللي حابين نجيبوها واش هي الخدمات جيالي حن ديوها باش ينخلو المهاجرين الجزائيين يجيبو العملة ديالهم كما ميرعملوا كاتير من الدول عم يدخلوا من خلال المهاجرين تاع عم 6 ملايات دولار 7 ملايات دولار 13 مليار دولار احنا ماش موجودين قاع في القائمة هذي منظمة أم المتحدة تكلمت على قائمة الدول التي تستفيد من مداخل العملة الصعبة تاع المهاجر ديالا الجزائي غير موجودة فالقائمة جيرا قولونا في استراتيجية واضحة رمحابين ندخلوا 50 مليار دولار كيفاش ناوي ندخلوها نحن أعطيك مثال بعض الدول داد ضمن استراتيجيتها أنها تدخل 11 مليار دولار من السياحة العلاجية معتاة تستقبل المرضى في بلادها باش تعالجهم تركيا تركيا اليوم دخلت السنة اللي فاتت 11 مليار دولار من 11 مليار دولار 11% منهم جازاريين فبالتالي التفكير اليوم أننا كيفاش ندخل 50 مليار دولار بعيد على البيترول ثم كيف نعوذ الجباية البيترولية بمنتوجات أخرى قبل أن نذهب إلى الدعم خليه روح إلى التكشف التكشف يعني ترشيد النفاقات ترشيد النفاقات يعني قبل ما نقول اليوم أمر بالصف نحن صرف مليار سنتيم لازم تكون عندي علاشة نحن صرفها وش حتجيب لي أعطي مثال نح أعطي مثال بالأمس القاري باختصاص روحوا من جموعة شباب جزائرين لتونس نح 150 ولا 100 ولا مش عارو كلفونا مش عارو إلى مليون دولار ولا 2.2 مليار سنتيم ولا 25 مش عارو المهم كم اللون ما بنغمين المال هذا الزيار صح لازمة لأنه كل الدول بعت شبابها لكن نحن هل كان لازمة نبعته 200 ولا نبعته 10 ولا نبعته 20 بحيث أن الفاتور نقبل أنه تكون زوج فاصل 5 مليون يورو أو 100 ألف يورو ثم ثم شكول هالشباب اللي احنا بعتهم وشح يجيبون الجزائر فبالتالي ترشيد النافاقات يسبقوا يسبقوا أننا ننمس الدعم الدعم هو سلمواطن البسيط جميل جميل سيد دكتور مورد عروج دعني أتوقف عند هذه النقطة حتى نعطي الفرصة لسيد لمين عصماني لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت سيد لمين عصماني سيد مورد عروج يدافع على أنه لا يجب أنه سيست دعم قبل أن نطبق سياسة تقشف واضحة قبل أن نطبق سياسة تقشف رشيدة سيد لمين عصماني الجزائر اليوم كذلك في ظل وضعية حرجة مالية سياسة فيه من يتحهمها بهذا لما تدعم لما تعطي ربما مساعدات للمواطنين يتحهمونها بأنها تشتري السلم الاجتماعي اليوم بين شراء السلم الاجتماعي وبين انهيار أسعار النفط وبين النجاة الاقتصادية شوف عندك أمثلة بسيطة في العالم قال لك عند ولا تحسد شوف عندك كوريا عندك ماليزيا عندك تركيا عندك برازيل دول كنت عندها سياسة اقتصادية هل السياسة عندنا في جزائر في السلطة التنفيذية عندنا نظرة اقتصادية لأمور لأنه تسييس الاقتصاد ما أداش إلى ولا شراء السلم السلم الاجتماعي لأساس أنه كان بحبو مالية شوف الحق كان قفزة نوعية ذو كيبقى ناقع استفهاش ناقع تقييم ولكن ما يكفيش البنية التحتية إلا ما كانش وسائل الانتاج إلا ما انتقلنش إلى مجتمع مستهلك إلى مجتمع منتج ما نجيبش ناقص دونك مسؤوليين نقولها كلنا مشاركة المسؤولية من المواطن حتى السلطة هل ذوك هنا واجبك تجار وطن تاك لأنه ضغو الحل وقت حب الوطن تاك كيف تنتقل القفزة نوعية وتقول لي مجتمع منتج ذوك أعطيني ما هي السياسية الاقتصادية قال في مجل الصناعة في الفلاحة اكتفاذات كيف أي لا ستيل للصناعة أنا أعلم بك عدنا أكثر من 170 حمام معدني هل استغلت في قطاع السياحة مثلا هل درنات صناعة سياحية صحية مثلا في قطاع الفلاحة بو ندخينا أموال كبيرة هل فعلا الحق نهوين البواخر لا تجلبش مواد غذائية لأنها الأرقام هذه المؤشرة في قطاع مثلا الخدمات لذلك الجزيرة كيف تقول ميل دي سان دي كوت كيف تقول بلز دو ميليون وكالك سيبرفيسي عندك أكبر صحرة في العالم يبقى خليننا ملغاز يبقى هذه الأرقام هذا المؤشر هذا الطبيعي يخليك يجب أن تكون مؤشر متوفرة تكون نهوة اقتصادية جميل سيد لمين عصماني دكتور مراد عروس والأخير باختصار الحديث في بعض الأحيان أنه دائما في الجزائر لما الحديث على أنه فيه مؤسسة عمومية ذاهبة إلى الإفلاس فيه مؤسسة عمومية لا تستطيع أن تلبي لا تستطيع أن تسير أو تسير الطريقة أو الطريقة التسير الحالية مثلا مثل سوناء غاز من السوناء تراك مثل كثير من المؤسسات مثل خطوط طيران الجوي نذهب مباشرة إلى أنه فيه نية نحو خوصة هذه المؤسسات سلم عروس هل تعتقد أنه فيه نية للحكومة وفي ظل هذا الحديث على أنه اليوم رجال الأعمال والمال يمكنهم الاستثمار في كل القطاعات سواء كانت الحيوية أو غيرها هل تعتقد أنه تلمس بأنه فيه نية نحو خوصة هذه المؤسسات باختصار شوف الله بصدق يعني بصحقه بدون مزايدة ولا ديماغوجية أنا والله العظيم يعني السيد الوزير الأول موضوع أو محطوه في واحد الموقع ليحسدوا عليه يعني أو يلعب دور الإطفائي كل خطرة يخدش قرار يجي هو يلغيه كل خطرة يخده مثلا في التربية هو يتدخل في الخمر هو يتدخل يعني أعتقد أنه لابد على الحكومة أن تجهز جلسة علمية ويدوعوا بهم علماء ويفكروا في استراتيجية اقتصادية ويديروا زيارة سياحية يلموا بعضهم والوزارة والمستشعين وإحنا كامل يشاف الخريج يشوف العالم كيف يمشي يا جماعة البيترول والغاز أو مش مصدر حياة الناس الناس تسعين في المئة من دول العالم عندها دوفيس بلا بيترول وغاز نعم وعيشين بلا بيترول وغاز يعني نازم البيترول وغاز بشي عندنا دوفيس البيترول وغاز ومقدر ناشي نعيش فبالتالي سيد الكريم اللي دي يعجيبوني في الشباب الجزائي والله أقولها بسد وبدون ديماغوجي نعم وبدون ديماغوجي شوفت عرفت على الشاب من ولاية بليدة نضرب هاد المئة نعم لكن باختساسي من ولاية بليدة قال لي أنا نستورد التكستين من تركيا والله قال لي غيرني غضبان كي أنا نحول ضاهمي التركيا باش نجيب التكستين ماذا بي الديواشة في بليدة باش نهج نعم شكرا لك فشبابنا مستعد فقط شكرا لك الدكتور موراد عروج قيادي بحزب تاز شكرا لك سيد لمين عصماني رئيس حزب صوت الشعب قيد التأسيس مشاهدين الكرام بهذا نكون وقد وصلنا إلى نهاية حصة تعين وحدث كان موضوع عدد اليوم رفعوا تسعيرة الكهرباء بين الحتمية الاقتصادية والقدرة الشرائية للمواطن المتابعة طيبة مع بارمجي قناة نهار رقائكم وغدا إن شاء الله السلام عليكم